وعلشان كده كان اسم الله الجبار عند أهل الله وعند الصالحين وعند الأولياء يحملونه على معنيين له عندهم نوعان من الفهم مرة نفهم اسم الله الجبار على أنه من صفات الجلال يعني هو سبحانه المنتقم صاحب الجبروت الذي يقهر الجبابرة يبقى فهم اسم الجبار على أنه شبيه بكلمة القهار يبقى من أوصاف الجلال مرتان أهل الله بيفهم اسم الله الجبار على أن الله يجبر خواطر عباده فهو جبار للخواطر جبار دي صيغة من صيغ المبالغة اسمها صيغة فعال لما ربنا يجبر خاطر ده وخاطر ده وخاطر ده والتمني مليار إنسان والخلق كلهم يبقى جبر خواطر العباد جميعا فصار جبارا للخواطر يعني كثير الجبر لخواطر العباد ترجمة نانسي قنقر